السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم خوتي معنا في هذا الفيديو جديد وهذا الفيديو عادتك المولى مقابلة المغرب وليبيريا اللي قد تخل في تصفية كأس افريقيا المقابلة اللي عاد تكون شوتنبر الفين وثلاثة وعشرين المقابلة ما عاد تكونش باقي اللي بزارة لكأس افريقيا الامم اللي عاد تحتاضنها لكل ديفور هيكون باقي اللوحة الاربعة شهر اذا المهم جدا الفوز للمعنويات ونكون تأهننا لاننا نكون بحل نسبة للك لسعود وثلاثة فاصلة 90 تأهننا لكأس افريقيا للامم ولكن كانت تبقى هذه المقابلة مهمة جدا للفوز على المنتخب الريبيري وتصدر هذه المجموعة وترشح الكأس افريقيا لكل مجموعة اللي عنا ندخل بها امام المنتخب ليبيريا تشكلة اللي عنا ندخل بها امام ليبيريا قريبا تشكلة الاساسية حراسة المرما ياسين بونو حارس ايش بيلة اسبانية ما عرفنا ما يفعل في ايش بيلة او لا هناك قلوب الدفاع يكون غالم سايس 32 سنة لعب بطلة تركية كذلك عنده عرض مارسيليا الفرنسي ما عرفنا ما عايش باقي بطلة تركية او لا خاصة انه عنده تكون فرنسي يعرف دولة فرنسا مزين ممكن يمشين توري الفرنسي هناك نايف اجرد مع غالم سايس نايف اجرد دابعة مستقر في اسطان انه فقط الموسم الاول دياله فرق ويستهم ضروري عبقى فيه لانه طبيعة الحال يمكن ان شاء الله مشاو انتاقن فرقة خرصة ويستهم فرقة مزيانة في الدوري الانجليزي صراحة كذلك هناك اللعب 24 سنة لعب بطلة فرنسي الموسم الثاني دياله طبيعة حال بطلة فرنسي ونعرفوا شو تانبيرا ان شاء الله بداية الموسم الاخر في الدورية الاوروبية ان يمكن ان يكون في الدور المغرب ان شو تانبيرا ونحن نجلكوا بطلة فريق الجامعة يمكن ان يكون توقف هناك حياتياتي 27 سنة لعب الويداد البيضاوي كمضم سعب جدا انه يكون باقي في الويداد البيضاوي لانه عنده عرض من البطلة الفرنسية ممكن يكون بشاه من البطلة الفرنسي عرض مزيان فرقة مزيانة متوسطة فرنسي وعنده 27 سنة ممكن ونسبة كبيرة مئوية سيكون غادر في الويداد البيضاوي فريق في الويداد البيضاوي لتتجهن احد الدوريات اما الانجليزي او الاسباني ممكن هناك عبد الحميد الصابري ممكن لعب صامدوريا ايطالي حاليا ممكن باحتمال كبير انه يبقى في الكارتشيو ولكن يغادر في فرقة صامدوريا ولتحق في ولنتينا اللعب الصابري مستوى كبير في الكأس العالم اللي فاتت صراحة في قاطر اللي يتطق في وليد الريقراجي وطلع الموديا القاطري وخدم اداء منتج هناك عز الدين هناك 22 سنة لعب البطولة الفرنسية ممكن واحد الاحتمال كبير وكبير وكبير بزا فهيكون مبقاش في هذه البطولة الفرنسية وانتقل احد الفرق الكبيرة صراحة لان المستوى له هناك مستوى عالي صراحة مستوى كبير هناك لعب زكريا بخلى لعب تولوز الفرنسي طبعا على الموسم الاول ياله تولوز بطرورة بقاوه وعي باقي يزيد مواسم تولوز وباقي واسسين يالو 22 سنة باقي عنده امل كبير يغادر ممكن انا المقابل الليبريا ماشي واحد المقابل اللي اعتمده ممكن نجربو بها بعد اللاعبين هنا وارض الواطين امام الجمهور المغربية هناك عرض الصامة الزوزي اللاعب وصصونا الاسباني حاليا وفي شو تابع يكون رجع نفارق ديالو الاساسياتي وبارشالونا الاسباني ونشوفو البارسا واش عايز بيعول لعاتخليها هذه الساعة لانه لاعب صغير 21 سنة مازال صغير ممكن نشوفو البارسا واش هتعتمد عليه او لا لا هناك رأس حاربا ممكن اعتمد المدرب على الرجال الى اليات حسني من هنا تمانية شهر عايقونزات تطور مع باريسان جرمال فرنسي وممكن يكون صعده رسمي الفريق الاول بقاكي باريسان جرمال الاول مع النجوم باعبي نايمار ميسي حكيمي وبزب النجوم الاخرين اذا هذه الشكلة المناسبة للمتخب الوطني امام المتخب الليبيري